بسم الله رقي لسحب طاقة العين والحسد من الجسد والمحيط بالجسد بإذن الله استمع بتركيز مع إغماض العينين والاسترخاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله تسحب كل طاقة عين وينظف بالكامل وينظف بالكامل بسم الله تسحب كل طاقة حسد من الجسد وينظف بالكامل بسم الله تسحب كل طاقة حسد 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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون بسم الله تسحب كل طاقة عين وحسد إلى الأصابع وتخرج طاعة لله بسم الله تسحب كل طاقة عين وحسد إلى أطراف الجسد وتسحب الآن طاعة لله وتخرج وتضرد من الجسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبطل كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبطل كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحرق كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبخر كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تسحب كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبطل كل عين وحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبطل كل عين وحسد اللهم بطل كل عين وحسد من الزملاء والزميلات 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 اللهم بطل كل عين وحسد من الأقارب والقريبات اللهم بطل كل عين وحسد من الإخوة والآباء والأمهات اللهم بطل كل عين وحسد من الآباء 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 والأمهات اللهم بطل كل عين وحسد من الإخوة والآخوات اللهم أبطل كل عين وحسد من الإخوة والأخوات اللهم أبطل كل عين وحسد من الإخوة والأخوات اللهم أبطل كل عين وحسد من الإخوة والأخوات اللهم أبطل كل عين وحسد من الإنس والجان اللهم أبطل كل عين وحسد من الإنس والجان اللهم أبطل كل عين وحسد من أنفسنا اللهم أبطل كل عين وحسد من أنفسنا اللهم أبطل كل عين وحسد من أنفسنا من قديم أو من جديد اللهم أبطل كل عين وحسد يجدد 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 اللهم أبطل كل عين وحسد اللهم أبطل كل عين وحسد اللهم أبطل كل عين وحسده اللهم أبطل كل عين وحسد يجدد اللهم أبطل كل عين وحسد أعيذك بالله من العين بردها وحرها ووصبها أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة جتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة جتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة جتثت من فوق الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك عوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفيني وشف صدور قوم مؤمنين 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 وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وشف صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشف صدور قوم مؤمنين بسم الله ينظف الجسد من كل إصابة عين وحسد بسم الله ينظف الجسد من كل إصابة عين وحسد بسم الله ينظف الجسد من كل إصابة عين وحسد بسم الله ينظف الجسد من كل إصابة عين وحسد بسم الله ينظف الجسد من كل طاقة العين والحسد بسم الله ينظف الجسد من طاقة العين والحسد وتسحب بالكامل بسم الله ينظف الجسد من طاقة العين والحسد وتسحب بالكامل بسم الله ينظف الجسد من طاقة العين والحسد وتسحب بالكامل بسم الله ينظف الجسد من طاقة العين والحسد وتسحب بالكامل بسم الله ينظف الجسد من طاقة العين والحسد وتسحب بالكامل أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن يطرد كل طاقة سلبية من الجسد وينظف الجسد بالكامل أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن يطرد كل طاقة سلبية من الجسد وينظف الجسد بالكامل أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن يطرد كل طاقة سلبية من الجسد وينظف الجسد بالكامل أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن يطرد كل طاقة عين وحسد من الجسد وينظف الجسد بالكامل أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن ينظف الجسد الآن بالكامل من كل طاقات العين والحسد السلبية ومن كل طاقة سلبية في الجسد ويطردها خارج الجسد طاعة لله أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي والجهاز المناعي أن يطرد من هذا الجسد كل طاقة سلبية وكل طاقة عين وكل طاقة حسد وينظف الجسد بالكامل طاعة لله وتسحب كل إصابة إلى الأطراف وتخرج طاعة لله وتسحب كل إصابة إلى الأطراف وتخرج طاعة لله وتسحب كل طاقة سلبية إلى الأطراف وتخرج طاعة لله وتسحب كل إصابة وتخرج طاعة لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله أخي الكريم أختي الكريمة إن شعرت بحرارة أو برودة فهو خروج للطاقة السلبية وطاقة العين والحسد وكذلك إن شعرت بخدر في الأطراف أو تثاؤب أو دموع أو تجشع أو خروج ريح أو أشبه بموجات كهربائية أو نبض خفيف متفرق أو حكة أو حكة في مناطق الجسد أو تعرق أو أخذ شهيق وزفير أو نغزات في الأطراف أو سيلان في الأنف أو خروج هواء من الأذن أو آلام شعرت بها واختفت أو عطاس أو كحة أكثر من مرة أو أشبه بالمغناطيس في الأقدام أو اليدين أو قشعريرة أو تقيع أو أنين فكلها إشارة إيجابية لخروج العين والحسد إن شاء الله كرر الاستماع أكثر من مرة في اليوم بحين اختفاء الأعراض بالكامل ويتم الشفاء بإذن الله